لا يأتي عام في العراق إلا ومعه تطورات سياسية تثبت للشرك قبل الخصم أن العملية السياسية فاشلة ولا يمكن لها أن تحقق استقرارا أو تعطي أمانا حتى للمشتركين فيها الحديث عن تجدد الأزمة بين بغداد وأربيل ووصول الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مفترق طرق مع الحكومة في بغداد بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية أحد عشر مقعدا مخصصا للأقليات في برلمان كردستان العراق ليعلن الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان كردستان المقررة في العاشر من حزيران القادم هذه المقاطعة الاحتجاجية ليست بمعزل عن الخلافات بين بغداد وأربيل حول قضايا شائكة على رأسها ملف كاركوك والصراع الذي استجد بعد انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن مشاكل أخرى تتعلق بقانون الغاز والنفط ورواتب الموظفين وغير ذلك ترك هذه القضايا معلقة دون حل جذري يتوافق مع طبيعة العلاقة بين شركاء العملية السياسية حيث تكون هذه القضايا المعلقة بمثابة أوراق ضغط تستخدمها الأحزاب في بغداد ضد أربيل للوصول إلى اتفاقات معينة وفي حال عدم الاتفاق تثار هذه القضايا مجددا الحزب الديمقراطي الكردستاني الشريك الرئيس في العملية السياسية منذ تأسيسها بدأ يدرك بحسب مراقبين فشل هذه الشراكة الممتدة لعشرين عاما ولا يوجد فيها أدنى مراعاة للتحالفات في ظل سطوة الميليشيات وأجنحتها السياسية على مفاصل الدولة وهذا ما تجسده أحزاب الإطار التنسيقي التي تتعامل مع جميع الشركاء المفترضين على مبدأ التابع للشريك لها العملية السياسية اليوم أكثر تشضيا وتمر أحزابها في أوج مراحل الصراع والتناحر لتؤكد للمراقبين مجددا أن المنظومة الحاكمة الممتدة لأكثر من عشرين عاما لا يمكن لها أن تحقق أدنى درجات الاستقرار في العراق